السلام عليكم هذا نبات من العصريات هو من عائلة الكرسولة يسمى بالكالانتشو اللونجي فلورا هذا اسمه العلمي هو طبعا من جنس الكالانتشو وينتمي كما قلت إلى عائلة الكرسولة وهي عائلة كبيرة من العصريات وهذا الجنس هو جنس الكالانتشو وهناك جنس أيضا الكرسولة تحدثنا عليه في فيديوهات سابقة وهذا جنس آخر تندرج تحته أنواع عديدة من هذا الجنس الكالانتشو هذا الجنس الكالانتشو في هذا النوع انظروا إلى ورقة الورقة شكلها رائع مسننة نوعا ما جميلة مشرشفة كما يسمى باللغة العربية شكل رائع وهناك الكالانتشو المعروف هذا طبعا أيضا أوراقه مشرشفة نوعا ما هكذا ولكن هذه نوعا ما بيضوية وهذه متطاولة نوعا هذا الشكل طبعا أوراق العصرية دائما لحمية هذه العصرية الرائعة طبعا ككل العصريات هي نبات مقاوم ما شاء الله يقاوم الأمراض ويقاوم تغيرة الجو الجفاف والرطوبة والبرودة والحرارة المرتفعة طبعا نبات رائع سهل جدا في العناية نبات مقاومة سهل في العناية ككل العصريات وسهل أيضا في الإكثار ما شاء الله إذا أردتم الحصول على نباتات سهلة في العناية وسهلة في الإكثار فعليكم بالعصريات الرائعة أسهل نباتات وأجمل نباتات أيضا من نحايث والأوراق والأزهار أيضا أزهار الكالانتشو رائعة جدا تكون على شكل نورات أزهار صغيرة متجمعة في شكل نورات هذا الكالانتشو لونجي فلورا هذا كما قلت الكالانتشو يعطي أزهار رائعة يكون إزهاره في أواخر الربيع وبداية الصيف يسمى بالعربية الكالانتشو كما قلت يتكاثر بالبذور هي طبعا بذور التي نأخذها من الأزهار الجافة بعد أن تكون لنا ثمر صغيرة بذوره صغيرة جدا والأحسن طريقة لإكثاره طبعا هي طريقة الأوراق العصريات مجتهرة عفوا بطريقة الإكثار بالأوراق معظم العصريات نقوم بإكثارها بالأوراق نأخذ ورقة من هذا المكان نقطع الورقة ونضعها شكل أفوقي فوق التربة وتنمو بكل سهولة أسهل طريقة إذن أحسن نبات يمكن أن نشتريه وأن يكون نبات زينة في البيت هي العصريات ما شاء الله سهلة جدا لكل من يريد أن يحصل على نبات سهل في العناية وسهلة في الإكثار وسهلة في طبعا في الإزهار وفي وفي كل مقاومة طبعا يعني سهلة في كل شيء ما شاء الله العصريات نباتات رائعة بمعنى الكلمة طرق العناية وهي كما قلت طرق سهلة الري نقوم بري النبات ككل العصريات مرة كل أسبوع وفي أوقات الحارة نراقب فقط سطح التربة إذا وجدنا سطح التربة جاف فإننا نقوم بالري طبعا الري بكمية الري تكون حسب حجم النبتة وحجم الأصيس طبعا لا يحتاج إلى ري كثير هذا بالنسبة للري بالنسبة للري بالنسبة لل إذا أو أين نضع النبات هو ككل العصريات نباتات العصرية محبة للشمس وكما قلت في الأوقات الحارة أيضا في لما تكون درجة الحارة مرتفعة جدا ممكن وضعه في مكان نصف مضلل مثل أنا أنا وضعته هذه الأيام في مكان نصف مضلل هو من النباتات التي تتحمل جميع الظروف لذلك يمكن وضعه في مكان نصف مضلل وباقي أصهر السنة نضعه في مكان مشمس لأنه عصري يحب الشمس هذا بالنسبة للتسميد التسميد يكون كل شهر طبعا حتى نحصل على نمو رائع نمو خذري أوراق رائع جميلة التكاثر كما ذكرت التكاثر بالأوراق لأنه عصري أحسن طريقة لإكثار العصريات هي الأوراق وممكن أخذ عقل في حالة ما إذا كان نبات كبير جدا وله فروع متحدثة ممكن أن نأخذ منه عقل وطريقة الإكثار بالبذور هي طريقة نادرة ما نستعملها طبعا التقليم هو في حالة النبات لما يكون كبير وله أوراق من الأسفل مذابلة وجافة يمكن نازح تلك الأوراق ورميها حتى ينشط النبات ويكبر بشكل أفضل وهذا يسمى تقليم وطبعا الأزهار اليابسة والجافة طبعا نأخذها وهذه طريقة من طرق تقليم النباتات خصوصا العصريات هذا هو كما قلت النبات رائع مقاوم محب للشمس لا يحب الري كثير لأنه عصاري بالنسبة للأمراض هو نبات مقاوم لجميع الأمراض كالعناكب والحشرات لأنه نبات عصاري ممكن تصيبه بعض التعفونات فقط خصوصا في السقانة من أسفل بسبب الرأي الكثير وأيضا ممكن أن تصفر أوراقه وأيضا بسبب الرأي كثير وعادة هذه تاهرة عادية في الكلانشو العصريات أسفر الأوراق السفلية طبعا لأنها قديمة وأوراق هريمة فالأمر لا يقلق يمكن نزعها ورميها فقط كما ذكرت سابقا في التقليم تقليم لماذا يكون يكون تقليم للأوراق الكبيرة الجافة المصفرة ليست حالة مرضية إنما هي ظاهرة عادية في العصريات نرمي الأوراق القديمة لما تكون في الأسفل مثل هذه مثلا هذه ورقة نرميها هكذا ننزحها ونرميها الأوراق القديمة من العصريات إذن هذه هي طرق العناية السهلة جدا بهذا الأوسار الرائع الكلانشو وأنواع الكلانشو وسنلتقي في فيديو جزء ثاني من هذا الفيديو إن شاء الله نتعرف على بعض العصريات وبعض الفرقات البسيطة التي بينها هي كلها سهلة وعصرية سهلة طبعا كيف نفرق بين الأنواع وبطريقة سهلة وبسيطة جدا وشكركم على المشاهدة ومع الجزء اللاحق إن شاء الله من هذا الفيديو الخاص بالعصريات شكرا